أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين وصلنا فيما تقدم من محاضرات إلى أهمية التفريق في التعامل بين الإنسان وبين الفكرة الإنسان بما هو إنسان نتعامل معه برحمة وشفقة نبني وإياه علاقات اجتماعية ودودة تجعل المجتمع الذي نعيش فيه متصالحا ومتوائما مع نفسه وذلك ضمن عقد مدني اجتماعي يعطي لكل ذي حق حقه هكذا نتعامل مع الإنسان بغض النظر عن انتمائه الديني أو الفكري أما تعاملنا مع الفكرة التي يحملها هذا الإنسان تعاملنا مع هذه الفكرة هو تعامل مختلف نعرض هذه الفكرة أو العقيدة التي يحملها الإنسان نعرضها على مشرحة النقد فنحترمها إن كانت تستحق الاحترام ونستهين بها إن كانت تستحق الاستهانة أو الاستخفاف وذلك كنتيجة من نتائج البحث والنقد العلمي ولئن كنا لا ننكر أن الاستهانة بعقائد الآخرين أو هدم ما يحملونه من فكر إن كنا لا ننكر أن الاستهانة بذلك يؤدي إلى شيء من الاضطراب الاجتماعي إلا أن ومن واقع التجربة التي طابقت النظرية نرى أن ذلك إنما يكون في البداية فقط ما إن يمضي الزمن حتى ترى كل طائفة تتقبل ما يورد على معتقداتها وأفكارها وتتعامل معه كأمر واقع لا بد من التكيف معه إذن لا بد لنا من أن نتحمل ردة الفعل في باديه الأمر لا بد لنا أن نتحملها إلى أن نتمكن من تطويع المجتمع بمختلف فئاته على تقبل هذه الحالة لا يمكن لنا أن نتراجع أو نتخلى عن حقنا في هدم الأديان والمبادئ الأخرى نهدمها بسلاح العلم والمنطق لا يمكن لنا أن نتراجع عن ذلك بأن ذلك مؤداه استبقاء ما نعتبره ضلالة وجهلا ومعناه منع ديننا ومبادئنا من الانتشار لا يمكنك أن تنشر التوحيد إذا لم تهدم الوثنية أو لم تهدم الإلحاد لا يمكنك أن تنشر الإسلام إذا لم تهدم اليهودية أو إذا لم تهدم النصرانية لا يمكنك أن تنشر التشيع إذا لم تهدم التسنن الأموي وهكذا لابد إذن من المشي بهذا الاتزان في التعاطي مع الفكرة أو المعتقد والتعاطي مع الإنسان بما هو إنسان لا يصح الإفراط في أي منهما كما لا يصح التفريط فكما لا يجوز أن نعدي تدميرنا للفكرة أو المعتقد إلى تدمير من يحملها فتنشأ حروب تطهير طائفي كذلك لا يجوز أن نعدي حفظنا للإنسان الآخر لا يجوز أن نعديه إلى حفظ فكرته أو عقيدته الباطلة التدمير يتوقف عند حدود العقيدة والفكر وكذلك الحفظ يتوقف عند حدود الإنسان هذا هو الفرق المنهجي بيننا وبين غير أولي الفطنة منا الذين يربطون بين الأمرين بين حفظ الإنسان وحفظ ما يحمله الإنسان من عقيدة أو فكر يقولون علينا حفظ الآخرين في معتقداتهم وفي مقدساتهم فلا نهينها ولا نتجاوز عليها حتى لا يتعكر صفو العلاقة بيننا وبينهم وقد عرفت أننا نقول بالفصل بين الأمرين وأنه لا بد من بناء من بناء علاقة صافية ولكن على أساس القبول بالنقد وعدم سد الباب أمام الجدال الديني والمذهبي يقول لنا هؤلاء كفوا أيديكم وألسنتكم عن مقدسات الآخرين واحترموا مقدساتهم كي يحترموا مقدساتنا كأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم هذا ما يقولوا هؤلاء في طرحهم صراحة أقول لكم أيها الأخوة إن من أكبر أسباب الأزمة التي تعيشها الأمة الشيعية هو نقصان حظ المتصدين لتوجيهها من العلم والعقل ناقصوا علم ناقصوا عقل وفهم وإدراك يتصدون لتوجيه الأمة الشيعية فيرجعونها إلى الوراء إنه المستوى العلمي والعقلي الهابط لهؤلاء المعممين الذين لم يقرأوا وإذا قرأوا لم يدركوا أو لم يفهم هؤلاء ليسوا منحرفين ليسوا بتريين بل هم منا كما قلنا غير أنهم من غير أولي الفطنة هؤلاء ذو مستوى علمي وعقلي هابط لم يعرفوا من الدين إلا أقله وليتهم فهموا هذا القليل على وجهه هؤلاء تصدوا مع الشديد الأسف لقيادة وتوجيه هذه الأمة في هذا الزمن الأخير دون أن يعرف المرء منهم قدر نفسه ولسنا ندري إلى متى سنظل نعاني من هؤلاء مع إشفاقنا عليه لأننا نعلم أن بعضهم ذونية حسنة فيما يفعل فهو يحسب أنه يحسن صنعه وأن هذا الذي يقدمه هو ما فيه النفع ما فيه النفع للإسلام والمسلمين ولكن من الجهل ما قتل وما يزيد الطين بلة هو دخول المنحرفين والبتريين وعبيد الدنيا دخولهم على خط فإنهم يقوون هذا المنطق المغلوط ويشيعونه في أجواء الأمة حتى يشب عليه الصغير ويهرم عليه الكبير فيضطر المخلصون والواعون حينئذ إلى اتلاف أنفسهم حتى يصحح هذا المنطق المغلوط ويزيل هذه الأوهام عن أذهان العوام هذا الذي يشاع الآن من ضرورة الكف عن النيل من مقدسات الآخرين حتى لا ينال من مقدساتنا هذا على إطلاقه من جملة هذه الأوهام التي زرعها هؤلاء المنحرفون وتلقفها هؤلاء السذج والضعفاء وأفشوها بجهلهم حتى خدروا أبناء هذه الأمة وحرموهم من أعظم وظيفة شرعية هي وظيفة الدعوة والتبليغ ووظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكن لنا أن نرد على هذا الوهم بقولنا إنا لو سلمنا بعدم جواز النيل من مقدسات الآخرين مطلقا لستلزم ذلك تخطئة الأنبياء والأوصياء عليهم الصلاة والسلام نعم إنا نقرأ في القرآن الحكيم أن إبراهيم الخليل صلوات الله عليه نال من أقدس مقدسات قومي حين حلف على أن يكيدها ثم كسرها وجعلها جذاذا ثم قال لها ولمن يعبدها أف إلى ما هناك من أحداث ولم يخطئ الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذلك بل سمى ما فعله رشدا وكان في سياق متحه بهذا الرشد الذي تترجم إلى هذه الأفعال لنقرأ الآيات الكريمات قال تبارك وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبري فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون هذا الذي فعله إبراهيم عليه السلام كان نيل بل من أشد أنواع النيل من مقدسات الآخرين إنها آلهتهم التي يعبدونها لم يتجر عليها إبراهيم لفظيا فقط بل قام بيده وكسرها تخيل أنت شعورك إذا جاء أحد وكسر حجرا واحدا من الكعبة المشرفة باعتبارها من مقدسات المسلمين كيف يدب في عروقك الغضب حينئذ كذلك كان حال المشركين زمن إبراهيم عليه السلام لقد دب في عروقهم الغضب من إهانة إبراهيم لمقدساتهم ولم يكن شيء يطفئ لهيب غضبهم إلا إحراق إبراهيم نفسه صلوات الله عليه أفهل تملك الجرأة على أن تخطئ خليل الرحمن لأنه استفز مشاعر قومه ولم يراعي مقدساتهم لكأن أرى هؤلاء الذين يقولون اليوم لا تنالوا من مقدسات الآخرين حتى لا ينالوا من مقدساتنا لكأني أراهم إن فرض وجودهم زمان إبراهيم عليه السلام كأني أراهم وهم يقولون له يا إبراهيم ما هذا عليك أن تحترم مقدساتهم حتى يحترموا مقدساتنا أن تعلى وشك أن تبني الكعبة فهل تريد منهم أن يثأروا لتكسير أصنامهم بأن يأتوا إلى الكعبة ليكسرها أو يهدموها لماذا لا تتعقل يا إبراهيم هذا هو ما نسميه المنطق المغلوط إنه منطق الذين يعترضون علينا دون التفات إلى أن اعتراضهم هذا يتوجه أيضا إلى الأنبياء والأوصياء عليهم السلام وهم مع هذا يصححون جميع أفعال الأنبياء والأوصياء بهذا هم يوقعون أنفسهم في المغالطة لأنه لا سبيل لهم إلا واحدا من اثنين إما أن يسلموا بصحة ما فعله الأنبياء والأوصياء حين نالوا من مقدسات الآخرين فعليهم تاليا أن يسلموا بصحة ما نقوم به أيضا حين ننالوا من مقدسات الآخرين هذا السبيل الأول وإما السبيل الثاني أن يرفضوا ما نقوم به فعليهم تاليا أن يرفضوا ما قام به الأنبياء والأوصياء عليهم السلام أيضا لا سبيل ثالث لا سبيل ثالثة أمامهم إلا الوقوع في المغالطة التي بيناها أو وقوعهم في الكيل بمكيالين حتى تتأكد من أن النيل من مقدسات الآخرين هو من صميم سيرة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام نضرب لك بعضا من الأمثلة المثال الأول رسول الله صلى الله عليه وآله حين بدأ دعوته أخذ ينال من آلهة المشركين ويعيبها روى ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وآله في رواية طويلة حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله آلهتهم وعابها ناكروه وأجمعوا على خلافه وعداوته إذن بدأ دعوته وبدأ ينال من آلهتهم فذكرها وعابها قدح فيها وحين صنع ذلك ناكروه وأجمعوا على خلافه وعداوته فدخلوا على أبي طالب عليه السلام وكان من جملة ما قالوه له يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه مره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه فليحترم مقدساتنا وسنحترم مقدساته ليحترم آلهتنا وسنحترم إلهه ولكن ما كان جواب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ومنه إهانة وإعابة مقدساته وآلهتكم الزائفة على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه أو أهلك فيه ما تركته هكذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه يتعاليم نعم كان ينال من مقدسات الآخرين المقدسات الزائفة ومعلوم أنه صلى الله عليه وآله حين فتح مكة كسرت جميع الأصنام التي كانت محدقة بالكعبة مع أن المشركين كانوا متواجدين آنذاك بمعنى أن هناك فئة من البشر كانت لا تزال تعتقد بهذه التماثيل المقدسة في جزيرة العرب وظلت هذه الفئة تعبد هذه التماثيل المقدسة إلى أواخر عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حين نزلت سورة براءة أي أنها بقت تعبد هذه الأصنام وهذه الأوثان والتماثيل المقدسة إلى ما بعد هذه الحادثة التي جرى فيها كسر الأصنام في فتح مكة إلى ما بعدها بسنتين تقريبا معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله نال من رموز مقدسة لدى الآخرين افتتح دعوته بهذا النيل واختتم دعوته بهذا النيل كذلك مع أن الذين ينالوا من رموزهم كانوا أحياء متواجدين يستشعرون المرارة في نفوسهم لرؤيتهم مقدساتهم ينال منه هذا هو المثال الأول المثال الثاني إمامنا الباقر صلوات الله عليه كان يتقصد إهانة الرموز المقدسة للمجووس تلك الرموز التي أو التماثيل التي كانوا ينقشونها على البسط البسط جمع البساط وكان من عادتهم رفع هذه البسط وتعليقها أو تعليقها على الجدران كان الإمام عليه السلام يتقصد يتقصد جعل هذه البسط بما فيها من النقوش المقدسة للتماثيل المقدسة عند المجووس كان يتقصد جعلها على الأرض ليطأها روى الطبرسي في مكارم الأخلاق عن أبي الحسن الكاظمي عليه السلام قال دخل قوم على أبي جعفر الباقر عليه السلام وهو على بساط فيه تماثيل فسألوه أي سألوه لماذا أنت تطأ هذا البساط الذي عليه التماثيل أو أنت جالس عليه بهذه الكيفية فقال وهنا الشاهد فقال عليه السلام أردت أن أهينه لاحظوا جيدا قال أردت أن أهينه أتعمد أن أهينه هذه الرموز المقدسة للمجووس هناك رواية أخرى يرويها الكليني في الكاف الشريف بسنده عن عبد الله بن المغيرة قال سمعت الرضا عليه السلام يقول قال قائل لأبي جعفر عليه السلام أي للإمام الباقر يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل فقال عليه السلام الأعاجم تعظمه أي المجوس الأعاجم من المجوس الأعاجم تعظمه وإنا لنمتهنه وإنا لنهينه لنستحقره هكذا يصرح الإمام عليه السلام بأنه إنما يريد أن يهين هذه الرموز المجوسية المقدسة المنقوشة على البساط لماذا حتى لا تتغلغل هذه الرموز في ثقافة المجتمع المسلم وتحمل معها تاليا المعتقدات الباطلة من المجوس هذا الموقف من الإمام الباقر عليه السلام يمثل تحصينا للأمة من استقبال الثقافات والعقائد المنحرفة هذا الموقف من الإمام الباقر عليه السلام يمنع تماهي هذه الثقافات والعقائد المنحرفة مع الثقافة والعقيدة الإسلامية بسبب الاحتكاك بين حضارتين قارن هذا الموقف بموقف عمر بن الخطاب مثلا حين استقبل بالترحاب عادة المجوس في التكفير أي التكتف استقبل هذه العادة بالترحاب وأعجب بها وجعلها أو أقحمها في صلاة المسلمين إلى اليوم بعض المسلمين يواضبون على هذه العادة المجوسية لماذا حصل ذلك لماذا اقتحمت الممارسات المجوسية صلاة المسلمين السبب هو في ضعف حصانة المجتمع المسلم ولذا عمل الإمام الباقر عليه السلام على تقوية هذه الحصانة بتعمده إهانة الرموز المقدس للمجوس حتى لا يستشعر أي مسلم أدنى قيمة أو قداسة لهذه الرموز ولا يتعامل معها على النحو الذي يتعامل المجوس معها ومع ما تمثله وتحمله من عقائد وأفكار وحتى لا تتداخل عقيدة الفرد المسلم مع عقيدة الغير بأي شكل من الأشكال قد وقع قد وقع في هذا التداخل المخالفون الذين اتبعوا عمر بن الخطاب وأضرابه فيما سلم منه المؤمنون الشيعة لأنهم اتبعوا الأئمة الشرعيين من آل محمد صلوات الله عليه مجمعي هذا هو المثال الثاني وننتقل إلى المثال الثالث وهو ما أنبأنا به إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حديث طويل يرويه شيخنا الصدوق عليه الرحمة في كتابه الخصال وفيه أن إمامنا المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه الشريف حين يخرج لملء الأرض قصطا وعدلا بعدما ملئت ظلم وجورا سيكون مما يفعله الإمام المهدي هو أنه يكسر الصليب يكسر الصليب لا يخفى على أحد أن الصليب هو أكثر الرموز الرموز المقدسة لدى النصارى وإهانة الصليب تمثل منتهى الاستفزاز للنصارى إلا أنه مع ذلك الإمام صلى الله عليه حين يظهر سيكسر هذا الصليب انتصارا للتوحيد لأن هذا الصليب في واقع الأمر يعتبر تعديا على التوحيد وأزيد وزيدكم علما إن حكم كسر الصليب لا يختص بالإمام المهدي المفدى صلى الله عليه بل هو في الواقع يعم كل مسلم هذه مسألة معروفة في الفقه لا يخالف فيها فقيه المسلم هذه المسألة هي أن الصليب إذا وقع في يد مسلم فإنه لا بد أن يكسر كما أن الخمر إذا وقع في يد مسلم فلا بد أن يهرق الشارع أسقط مالية الخمر كما أسقط مالية الصليب فليس على المسلم أي ضمان أو تعويض لصاحب الخمر وكذا لصاحب الصليب نعم ثمت فتوى بأن على المسلم ضمان مادة الصليب لا هيئته بمعنى أنه يدفع مثلا قيمة الذهب الذي صنع منه الصليب إذا ما كسره أما قيمة صناعة الصليب هيئة الصليب هذه لا يدفعها للنصران على يتحال هذا حكم لا يخالف فيه أحد فكيف يقال أنه لا يجوز النيل من مقدسات الآخرين على نحو المطلق هذا الصليب من مقدسات الآخرين ومع ذا يفتل فقه بكسره وسقوط ماليته وهذا أعظم نيل من هذا الرمز المقدس إذن ما يزعمه هؤلاء الجهل من أنه لا يجوز النيل من مقدسات الآخرين على نحو الإطلاق هذا زعم باطل لا أساس له في شرعنا ولازمه تخطئة سيرة الأنبياء والأوصياء عليهم الصلاة والسلام نعم لازمه تخطئة سيرة الأنبياء والأوصياء عليهم الصلاة والسلام لأنك لو تأملت لوجدت أن مشكلة كل نبي ووصي مع قومه إنما كانت تتمحور حول هذه النقطة أن هذا النبي أو هذا الوصي إنما ينال مما هو مقدس عند القوم سواء كان هذا المقدس صنما أم رمزا أم رجلا أم عادة مشكلة تلك الأقوام مع الأنبياء والأوصياء أنهم كانوا ينالون من هذه الرموز المقدس لهذا كانت الأقوام تعاد الأنبياء والأوصياء عليهم السلام فتعدوا عليهم وتقتلهم أو تحاربهم أو تضيق عليهم الدعوة لحفظ مقدسات الآخرين أو احترامها وعدم المساس بها على نحو المطلق إنما هي في الواقع دعوة إلى حفظ الكفر والضلالة والباطل لأن هذه المقدسات إنما هي مقدسات زائفة جاء بها المنحرفون من البشر الذين انحرفوا عن منهاج السماء هذا أمر واضح لا نقاش فيه فكيف وعلى أي أساس يحفظ الانحراف من أن يمس به تريدون منا أن نحفظ الانحراف ونصونه سبحان الله ليس شأني أن يأتي بعض البشر ليقدس الانحراف حتى يتوجب علي أنا أن أقدسه أيضا أو يتوجب علي أن ألجم لساني عن هذا الانحراف هذه مشكلتهم لا مشكلة أنا هذا خطاؤهم لا خطأي أنا هم الذين قدس الانحراف هم الذين قدس الباطل هم الذين قدس الوهم أو الزيف مشكلتهم خطاؤهم أنا على منهاج لو مضى الأمر على أن كل جماعة من البشر تقدس باطلا أو تقدس حرافا ثم يتوجب تاليا على كل البشر أن يحترموا هذا المقدس الزائف لو مضى الأمر على هذا لأصبح العالم بأسره سجنا فكريا لا يمكن للمرء أن يتحرر فكريا من العقائد السخيفة والأساطير التافية لأن كل شيء مقدس لا يمكن لك أن تناقش لا يمكن لك أن تبحث عجيب عجيب من العجيب هذا المنطق حقيقة يريدون أن يحول العالم إلى سجن يريدون أن يستبق العقائد السخيفة والأساطير التافية لو مضى الأمر على ما يريدون وعلى ما يطرحون وعلى دعوتهم التافية هذه كل شيء سيصبح مقدسا حتى الشيطان حتى الشيطان سيصبح مقدسا لأن الشيطان عند جماعات كثيرة من البشر هو رمز مقدس أليس هناك من يعبد الشيطان ألا يقدسه الإيزديون مثلا الذين هم في العراق والشام ويسمونه طاوس ملك ألا يثور هؤلاء على من يلعن الشيطان أو يستعيذ منه فهل يريد مننا هؤلاء الجهل وأنصاف المتعلمين أن نحترم الشيطان أيضا هل يريدون مننا أن لا نسبه حتى لا يسب إلهنا إذن يا أيها المسلمون يحرم عليكم من الآن أن تمس الشيطان بكلمة عليكم أن تحترم الشيطان لأنه إله ورمز مقدس عند طائفة من البشر يناهز عددها المليون الآن لم يكن أكثر احترموه حتى يحترموا إلهكم احترموا مقدساتهم حتى يحترموا مقدساتكم أهذا منطق بالله عليكم يا للسخرية يا للسخرية هذا ما سنصل إليه إذا ما استجبنا لدعوة هؤلاء وهذا هو ما ستأول إليه الأمور في البداية يطلب منا أن نحترم أبا بكر وعمر وعائشة لأنهم رموز مقدسة عند أهل الخلاف نفعل ذلك فيثور حين إذن النصارى فيعترضون على عدم مساواتهم بأهل الخلاف ويطلبون احترام رمزهم المقدس الصليب فلا يكسر ولا يفتى بسقوط ماليته ويطلبون احترام كتابهم المقدس فلا يقال فيه أنه محرف مصنوع فيأتي هؤلاء الدعاة دعاة الوحدة والتعايش فيطلبون منا احترام ذلك كله نحترام الأبواب ولا نتمكن من نقدي أي عقيدة أو المساس بأي رمز مقدس زائف حتى لو كان هذا الرمز هو الشيطان نفسه لأن من يسمون أنفسهم بدعاة الوحدة والتعايش يحرمون علينا تعكير صفو الوئام الاجتماعي ويفتون لنا بضرورة احترام مقدسات الآخرين فإنا لله وإنا إليه راجع الحمد لله أنه لم يكتب لأتباع مسيلمة الكذاب البقاء في الجزيرة العربية وإلا لو افترضنا بقاءهم فإنهم كانوا سيشكلون فئة عريضة من الشعب هناك ولعلهم لو كانوا قد بقوا إلى زماننا لعلهم أسسوا دولة كبيرة لهم هناك بل ربما كان الحكم في كل الجزيرة العربية لهم لو كان هذا هو الواقع اليوم لو كان هذا هو الواقع لو وجدت البترية المبتدع وسامرية القطيف ونعث لقم وطاغوت وطاغوت طهران لو وجدت هؤلاء يفتون لك بوجوب احترام شخصية مسيلمة الكذاب وعدم الإساءة له سيما وأنما بيننا وبين إخواننا أتباع مسيلمة بيننا وبينهم الكثير من المشتركات إنهم يؤمنون بالتوحيد ويؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله كما يؤمنون بالقرآن أيضا غاية ما هنالك أن الفرق بيننا وبينهم أنهم يضيفون إلى النبي نبيا آخر هو مسيلمة ويضيفون إلى القرآن كتابا آخر هو كتاب مسيلمة وهذا يسير لا يقدح بما يجمعنا نحن متفقون على التوحيد والنبوة والمعاد المهم هذه الأصول الثلاثة لا تتعجب هذه هي حقيقة هؤلاء المنحرفين السفل الذين يقدمون مصالحهم على مصلحة الدين أليس يفتون لك بوجوب احترام أبي بكر وعمر ويقولون لك أن ما بيننا وبين أهل الخلاف الكثير من المشتركات وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا بل غاية ما هنالك أن الفرق بيننا وبينهم أنهم يعتقدون بولاية أبي بكر وعمر وعثمان دون ولاية الأئمة الاثنى عشر عليهم الصلاة والسلام هكذا هم يصغرون لك حجم الخلاف الرهيب بيننا وبين المخالفين في أصول العقيدة والأحكام وكأن الخلاف بيننا وبينهم محصور في هذه النقطة نقطة الولاية والإمام والحال أن الخلاف كما بينا في محاضرات كثيرة يعم جميع الأبواب وأخطرها أخطر هذه الأبواب التي نختلف فيها ما في التوحيد نفسه القوم يشركون بالله تعالى ويشبهونه بخلقه وينسبون إليه القبيح ثم على فرض أن الخلاف بيننا وبينهم إنما ينحصر في نقطة الولاية والإمام في هذا الأصل هل هذا هين كيف يكون هين وقد نطقت النصوص الشريفة بعظم وخطر هذا الخلاف وأن من يعتقد بإمامة أبي بكر وعمر دون الأئمة الشرعيين من آل محمد صلى الله عليه لا يكون مآله إلا النار وبئس المصير هذا خلاف هين بسيط لقد ساوى الأئمة عليهم السلام بين من يشرك في الإمامة ساو بينه وبين من يشرك في الله لا فرق بين من يعتقد بولاية أبي بكر وعمر وعثمان وبين من يعتقد بوجود أنداد لله عز وجل الجميع يرد النار لا فرق بينهم من هذه الجهة الجميع إلى النار وبئس المصير هذا دليل على ما نقول من جملة أدلة مستفيدة تدل على ذلك روى العياشي رحمة الله عليه في تفسيره بسنده عن جابر جابر الجعفي قال سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ما تفسير هذه الآية أو ما تأويلها أو ما المعنى الذي تنطوي عليه من جملة معانيها على أقل تقدير قال عليه السلام هم أولياء أبي بكر وعمر وعثمان هم أتباع أبي بكر وعمر وعثمان اتخذوهم أئمة من دون الإمام الذي جعل للناس إماما فلذلك قال الله تبارك وتعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار ثم قال أبو جعفر عليه السلام والله يا جابر هم أئمة الظلم وأشياعه هؤلاء الذين ما هم بخارجين من النار لأنهم اتخذوا أئمة من دون الإمام الذي جعل للناس إماما بأمر الله إذن ليست مسألة الشرك في الإمامة أو جحودها أو الإيمان بإمامة الظالم هذه ليست مسألة هينة يمكن التغاضي عنها وليست هذه المسألة فرقا طفيفا كما يروج هؤلاء المنحرفون إنها الجنة أو النار إنها الجنة أو النار إن إشكالية المقدس هذه الإشكالية إشكالية المقدس تحتاج منا إلى إعادة نظر وإلا ضاع حقنا في الدعوة إلى دين الله تعالى فإن الدعوة تقتضي هدم الأديان والمذاهب الأخرى بمقدساتها الزائفة وإلا لم تكن دعوة وإلا لا تكون دعوة هذا أمر طبيعي المقدس إذا لم يكن مقدسا حقا فلا قداسة له عندنا ولا يجب علينا احترامه لمجرد أن بعض البشر يتوهمون أنه مقدس هذا المقدس الزائف الذي يؤمن به هؤلاء لا يمكن أن يكون مصانا من النقد بل لا يمكن حتى أن يكون مصانا من التسفيه ليس النيل من هذا المقدس الزائف هو الهدف بذاته إنما النيل منه هو لإسقاط قداسته وبالتالي يسقط الدين الباطل أو الفكر الضال الذي يختزله هذا الرمز المقدس من العجيب واقعا أننا في الوقت الذي نعيش فيه في عالم تتساقط فيه كل المقدسات بما فيها المقدسات الحقيقية من العجيب أننا في هذا الوقت بعض مننا من غير أولي الفطنة ما زالوا يبقون قداسة أعداء أهل البيت بدعواهم أنه يجب احترام مقدسات الآخرين والأعجب أنهم يرون كيف أن مقدسات أهل البيت عليهم السلام وهي المقدسات الإسلامية الحقيقية يرونها تنتهك أمام عيونهم وعلى مسامعهم ومع ذا يقولون لا تسيئوا لرموزهم المقدسة حتى لا يسيئوا لرموزنا ويلكم إنهم قد أساءوا وانتهكوا وانتهى الآمر كانوا هم البادئين فعلى ماذا تتباكون أنتم اليوم هذا كلام اللوعة فلنضرب عنه الآن ولنرجع ما تبقى من الكلام إلى المحاضرة المقبلة بحول الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر